اشتركوا في القناة احداث التغيير بمقر غرفة التجارة وصناعة البحرين بيت التجار وذلك بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين من داخل وخارج المملكة وقال معلي هنا تغيير الايجابي وبوصفه سنة كونية لابد وان يتم توظيفه لتحقيق استقرار الشعوب وتطلعاتها نحو الافضل على يكون ذلك معززا بل معززا برؤية قيادية ثابتة تهدي الناس وترشدهم لما فيه خيرهم وصلاحهم واننا لنشيد في هذا الصدد مع قرب احتفالنا في الرابع عشر من فبراير الجاري بذكرى اقرار ميثاق العمل الوطني والتصويت عليه باجماع شعبي بما احدثه المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة من نقلة نوعية على الصعيد التنظيمي لشكل الدولة وما افرزه من نظام ديمقراطي مستنير واوضح معلي انه على الرغم من اهمية التغيير وضرورة تبني كادات فاعلة للتطوير والتحسين الا ان الحذر واجب من ان يرفع التغيير كشعار زائف لتمرير وتنفيذ اجندات لا تضمر الخير والرفاه لشعوبنا ومجتمعاتنا ويكون مؤداها هو الوقوع في شراك الفوضى والتخريب والدمار والصراع والاحتراب واضاف معلي قائلا انه من المستغرب والمؤسف ان نتابع بين الحين والاخر مشاهد القتل والارهاب وهي تأخذ الحيز الاكبر من اخبارنا واحاديثنا وفي وقت يفترض ان تنعم البشرية فيه وهي في اوج مراحل نزجها وتقدمها بفعل التغيير الايجابي بالسلام والطمأنينة والتسامح واحيا معالي الشيخ خالد بن عبدالله الجهود التطوعية والاهلية التي تطلع بها جمعية البحرية للتأمل وتطوير الذات وللقائمين عليها وما يمثله ذلك من مساهمة كبيرة وشعور بالمسئولية تجاه المجتمع لبث المفاهيم والقيم الانسانية والايجابية الخلاقة التي من شأنها ان تحدث فارقا كبيرا في الجوانب الشخصية لحياة الافراد والجماعات ويقام المؤتمر الدولي لتطوير الذات الذي ينظم في دورته هذا العام تحت شعار احداث التغيير في الفترة من السابع وحتى التاسع من فبراير الجاري وهو يهدف الى تعليم المشاركين اساليب استباقية مكثفة لادارة التغيير والتعامل معه بنجاح وتعزيز الاعتماد على الذات بما يمكن من المضيب انسيابية الى المراحل الحياتية بثقة وسعادة ووضوح وخلال الحفل القاد دكتور ابراهيم الدوسري رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين للتأمل وتطوير الذات كلمة اشهد فيها بالنعم المتواصل واللا محدود من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة للمؤتمر الدولي لتطوير الذات منذ انطلاقته الاولى عام 2011 مؤكدا ما يعكسه ذلك من ايمان معالي باهمية تطوير العنصر البشري عبر اكسابه مختلف المهارات العلمية والعملية والحياتية بما يعين على الجميع على التكيف مع مختلف الظروف ومتغيراتها للوقوف في وجه كل ما قد يعكر صفوة تحقيق طموح الافراد والجماعات في رسم ملامح مستقبل افضل لهم ملءه الثقة والسعادة يحمل المؤتمر الدولي لتطوير الذات نفسه ليأتي بعنوان ايجابي يؤطر نسخته الرابعة من الجوانب كافة احداث التغيير عنوان يدعو الى استكشاف جوانب التغيير والاستعانة بافضل الادوات التأملية التي تقود النفس نحو التحكم بزمام افكارها ومشاعرها والانفعالات التي قد تصدر منها وحتى تلك الظروف المستعصية التي قد تلازمها للوصول الى قمة النتائج الايجابية قررنا في هالمؤتمر ان يكون الشعار هو احداث التغيير لان شعارنا هنا الوضع في العالم كله الوضع يمر بمراحل صعبة الانسان العربي بالذات في شر الوسط يمر بظروف نفسية واجتماعية وسياسية يعني صعبة فاخذنا المبادرة ان الانسان لازم يحاول ان يبدأ التغيير من نفسه اذا بدأ التغيير من نفسه فيقدر يقير لحوله يقدر يقير العالم اجمع الانسان هو اهم مورد وبالتالي مع وجود جميع التغييرات التي حولنا ومع موجود موجات التغيير التي حولنا اصبح البشر محتاجين ليكون اقوى بسبب عدم التناسب بين قوتنا الداخلية والظروف الخارجية اصبحنا نعاني اشياء مختلفة حزن وغيرها مثل هالامور تنادي بان يجب ان نتغير فبالتالي عندما يصبح الانسان اقوى عندما يبرز قوته الداخلية ويكون ايجابي مهما كانت الظروف الخارجية يكون في حالة ثبات هنا سيكون النجاح الحقيقي كيف للانسان ان يعيش حالة من التحول الجدري التي تقيه مصارع التأخر في امضاء الجزء الاكبر من اماله وكيف له ان يلمس ويستشعر حالة الامان والثبات العقلي ليصبح بالامكان خلق فرق ايجابي وذيقيمة اذا اراد الناس ورغبوا في التغيير يجب عليهم ان يتبعوا انجح الادوات التي تساعدهم على ذلك ما قد نواجهه من تحديات يحتم علينا ان نتصرف بهدوء تام يتيح لعقولنا ايجاد الحل الانسى القضاء على كل ما قد يعرقل طريقنا نحو تحقيق الهدف اذا رغبنا في التغيير الايجابي فاننا نحتاج الى طاقة وقوة حميدة وهذا بالطبع سيخلق لدينا حالة من الاسترخاء والتأمل والتحفيز النفسي الداخلي الذي سيساعدنا على الابداع وانجاز امورنا بالشكل الذي نرتضي جلسات وورش عمل سيضم فعالياتها وما تحتويه من عنوين المؤتمر الدولي الرابع لتطوير الذات عنوين تتمحور حول ما هي المعالم المتغيرة وفن الادارة الملهمة فضلا عن جزئية الذكاء العاطفي باعتباره مفتاح التغيير الناجح الى جانب الثبات في مواجهة التغير الدائم وغيرها من المواضيع التي تراوح مكان التطور والتأمل والاتقان في علم سيادة الذات تأمل بحق لتمعن وتحدد طبيعة ذلك التغيير الذي تريده حاول ان تمضي بثقة للتغلب على اتون الفوضى التي تحوم فوق اجوائك ليساعدك ذلك على ان ترغيص بناء الاهداف الذي اقمته عندها ستجد ان السعادة تحيط بك من كل جانب لتلفزيون البحرين محمد الشيدات ترجمة نانسي قنقر